أول سبت اللوة شرين شمس ومدير عام الناد الأهليم سأخير يا سبت اللوة سأخير يا فندم وباشكر حضرتك لتواصلك معنا ربنا خليك يا فندم طيب هل تلقته أي شيء رسمي بخصوص أخامة المباراة حتى الآن؟ لا يا فندم لم يحدث ولا أي اتصالاته دي يا فندم لا ولا اتصالاته دي أنا جالي بس اتصالت نوع من مديرة أمن القيارة نعم اني في اكتماء بوكرة الصحة واحدة فسألت يعني صار مباشر يجب على تكمة البطارات ومعنى بتطاعت البيانات الصحيرة نعم فأقلوا يعني أننا جام باجم باجم تحصيما عشان يبقى شيء موضوع متأخر أقسموا وتقررنا كتبات القيارة لتبقى مباراة حتى تبقى حلو قوي يعني الاجتماع غدا منذوب الأهلي والزيمالك والتحاد الكورة في مديريه الأمن القيارة الثالثة الوحدة ظهرا يا فندم؟ أي فندم طيب ببعده يؤكد هذا الكلام السابت اللوة نعم أنا طبعاً بالمناسبة يعني أن أنا بشكل جداً موضوعات الداخلية بالتحاول نعم طبعاً وأنها سهلت الأمور وحلت المشكلة نعم وفي نفس الوقت سهلت علينا كمان أنه يعني خلاص بدار الموضوعات الداخلية إن شاء الله بإذن الله أنتو خلاص المعسكر اللي كان متجه إلى بورج العرب اتجه إلى أحد الفنادق هنا في القاهرة أنا برضو مستني رد حضرتك برضو أنا بصراحة مبعرفش أتفق أو أنتنا أفضل قرارات إلى بورج العرب نعم وبالتالي ذكات المباراة إن شاء الله بإذن الله تسعة عشرين في القاهرة تتقول يبقى داعي يسهل معموليتنا يبقى دول التالي إن شاء الله يلعبنا السلام يلعب في القاهرة أيضاً يلعب في القاهرة أيضاً تلعب في السلام يلعب معه هذا ليس لعب صح هذا كلام صدق أنت سبعتنا كلنا محدش فينا فكّف لكن يا حلال حلال ستكون أخر مباراة في الموسم تكون الدنيا انتهت حسنا يلعب في القاهرة أيضاً لكن الأهلي لم يكن لديه مشكلة من البداية يا ست اللواء أنا لا أعلم من الأول حيثة كانت حيثة ملعب في الموسم في بورج العرب عصلي فهنا لم يكن لدينا مشكلة في حيات خالص صحيح حسنا ست اللواء هل هذا القرار أرضى النادي الأهلي؟ ما هو؟ حيثة مباراة في الموسم السبورت؟ لا أقول لك أننا لان ذلك موجودahu الملعب لم يكن تشغر لتسكم ولكننا لا تستطيع الترامف لدينا مشكلة فيه يعني ليس هزيمة للأهلي إذا لم تتتصور أو ثين لأن الموظوع ليس أن دعا أن تحرح أن هذا مباراة في ذلك من الملعب إذا لم نتبقى اذا لم نتبقى موجود أفار نعم. ينتصر الى الاحترافية في التعامل، فقط هو ده ينتصر نعم، طيب، عايز اسألك عن الفريق نفسه يعني هل استعداده للسفر لبرج العرب ثم التغيير للقاهرة في حالة خلاص النهائيا المباراة في القاهرة هل ده بيؤثر على استعدادات كابتر حسام البادري أو الجانب الفني الفريق فنن؟ نعم، هذا نعم، أنا كابتر حسام البادري وكادت نفسي، فالتنمية ضغط على الرغم أنني أصابني جداً لكن فقد أصدقل لهم بالطلع، فإن أضعنا، فننأضع الى الدرام لا نعرف الى مشكلة لا نعرف الى مشكلة عند الجهاز الفني نعم، فرصة أن أسألك عن رمي ربيع، ونعرف رغم مرضك أيضاً وتبقى حريص أن تتبع تدريب الفريق وتعاملته أشعة والحمد لله أزباد سلامتها لكنه قالوا أنه خارج المباراة كانت تعمل له من شوية رانيين مغناطيسي أنا الحقيقة حادثك يعني أنا وقفت معهم ولما أفضل السفيد لأن الجو كان صعب على أشرايات الصعب اللي أنا فيه أنا بكي مشيط بس أعرفت بعديها وأتكلمت وتطميمت يعني هصلا إن شاء الله الحمد لله يعني ما أشعر خطيرة بالسواد يعني مش يعني إن شاء الحرب ما أشيح واضح كده طيب ما أقدرش أسيب حضراك من غير ما بارك لك على فوز الأهلي النهاردة على زمالك في البسكت واخترابه من حصد الضرع لأنه كده متفوق بنقطة على سبورتنج وفوز غدا يضمن له بطول نقطتين آسف فوز بوكرة خلاص بيأكد حصوله على الضرع هل مجلس إدارة سينتقل غدا إلى إسماعليا لمؤذرتهم سندة الفريق يا فنم يعني الحياة ما كرميش فيها باللينا فيه ده فالموضوع بالصور نحن عبد الله عرفتها نحن فدعنا فوز الأهلي ودي حاجة أسعدتنا وإن كنا ما نزعدناش الفترة اللي فاتت لأنه تعرف حالتك يعني حصلت هزيمة في تلك المبارات وربعة نعم ورياضي حالتك عرف بأس قوي أنك بتوصل لبطولة قرية مزبوط بتع المستوى فوزة طبيعية يعنيها بتنزج تاني شوية فالحمد الله لأجب لموا نفسهم ولموا الفرقة وربنا كرمنا والحمد الله نعم الفوز النهاردة والفوز ببطولة أفرقيا للسلة والفوز ببطولة أفرقيا للهندبول معناه أنه قصة الرياضة اللي كان البعض بينتخذ المجلس فيها تم التغلب عليها والأهلي أعاد إلى الطريق الصحيح وطريقه المفضل لدى جماهيره والحصول على البطولات في كل الألعاب يا فنين النتائجه طول كده نعم وحضوري للجرسات المجلس من الأول الساعدة من المسلم يبتدي الحقيقة أنه كان فيه ترتيب في كل الألعاب يعني في الألعاب الجماعية نعم 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 لذلك طيب في الساعة نعم 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 وحصول المسلم وبمجبود هو بيعمله لأرجي بيشتغل بحبه اعتبر ان ذا شغله بيخلصه ويعني الحقيقة يعني له كل الشك فازة للتجاعة الحقيقة يعني لها كمان لازم اشكر يعني اشكركم كنادي على تنظيم بطولة افريخة وكمان يمكن انا انتخدت الدكتور مهند مجدي في قصة الدعوة ما كان يجب ان تصبح بالشكل ده في النادي لكنه ها قام بمجبود هايل والبطولة خرجت تنظيمان بشكل مشرف وبرضو لازم نقول برضو كلمة حق ان البطولة بتخلي في الوقت قليل جدا والدكتور مهند اتخذها على اعطيقه الحقيقة وتحمل المسؤولية وهو حالك برضو برضو ده شاب لسه يعني في مقتبل بدايته في العمل الرياضي او في العمل جوالنادي الاهني لكن هو نظم البطولة باحترا فيها شديدة اخطأ بتحصل كلنا ممكن كل حد نعم صحيح هذا عادي واحنا ماشيين كلنا لكن هو الحقيقة برضو كان اي خطأ بيحصل كان بيتخلص بسرعة جدا ممكناش منحس بيه برضو وكان بيتواجد مثلنا يا دي انتمانيه الصوم هلقات حداشر واثناشر واحدة بتجيل وكل صغيرة وكديرة ويروح على الفنان يشه الفرق ويشه وضع ايه وبعده محدش حاسس فوق الناف ويدور ويدور في كل انتجاهات ويدور يطول على كل الفرق وعلى كل التنسلات ومن غير ما يتكلم ومن غير ما يحس ومن غير ما يحس ومن غير ما يتواجده فعني الحقيقة حاجة مشارفة جدا انا بشكرك ساد تلوها واتمنى لكم يا رب كل خير وكل توفير واتمنى ان شاء الله